في ظل ما تشهده فلسطين المحتلة من حرب في غزة وقارع طبولها على حدود لبنان الجنوبية من قبل العدو الصهيوني استنفار يسجل للمدير العام لوزرة الاقتصاد محمد أبو حيدر لمواجهة أي احتمالات قبل وقوع الواقعة أما عمله في هذا الشأن فيتركز على تفاحص ما هو متوافر من مغزون غذائية وما هي المدة الزمنية التي يغطيها الاكتفاء الذاتي لبناني وما هو المطلوب على صعيد مكافحة الجشع والطمع وملاحقة ترجار الأزمات قبل الوصول إلى الأزمة هذه المرة لازال لليوم بآخر أحصاءات عنا كمواد غذائية متوفر بالسوق من ثلاثة شهر لخمسة شهور وهذا الموضوع تم منقشته معنا أي مستوردي المواد الغذائية واليوم عم بيقوم مرأبي وزارة الاقتصاد برقابة على المخازن عن المستودعات بالجنوب كان فيه توجيه حتى من محافظة الجنوب للمصلحة أنه يكون فيه جولية على المستوردين للتأكد من شغلتين أولا حصول وبالتالي في صار لا قدر الله أي أزمة هل هناك مخزون استراتيجي بما يمص بالأمن الغذائي هون عم بحكي يعني السلعة الرئيسية تبين عنا وجود كل هيدا السلعة متوفرة وحتى بمراكزها الرئيسية ببيروت أو بجبل لبنان وبالتالي لا خوف إذا بديك على المخزون الاستراتيجي بالسلعة الغذائية هاي عم بحكيك السلعة اتنين بما يتعلق بالطحين أو الأمح أنت بتعرف اليوم بغياب إهراءات المخزون هو بشكل عام اللي موجود لدى المطاحين وهيدا الموضوع كمان بحسب نائب المطاحين عنا وفرة لشهرين لقدين ما فيش يمنع أنه خلال هيد الفترة عم بيكون فيه بواخر عم تجي ولكن اللي نحنا شغلتنا عم نتابعة ثلاث أمور التأكد من المخزون واحد وهيدا عم نعمله اتنين الأسعار وبالتالي لعدم استغلال بعض تجار الأزمات لزيادة من أرباحهم على حساب وطن أو على حساب مواطن جريح بهيك وقت وهيدا نحنا عم نتابعه والثلاثة واللي هي بالتأكيد نحنا بالنسبة لإلنا ما يكون فيه احتكار لسلعة وإخفاءة من المخازن تحت حجة ندرتها أو عدم توفرة هاو دي ثلاث الأمور ماشيين وفينا أكد لك لليوم نحنا ما عنا أي ارتدادات لهلع بحكي هذا الكلام ارتدادات بما يتعلق بالسعر الأسعار بعضها هي زي تلك تمت متابعة دقيقة أيضا لموضوع النفط والمخزون والبواخر المنتظرة تواصلت مع نائب مستوردي المشتقات النفطية أكد لي ما فيه أي مشكلة بالسوق متوفرة السلعة بشكل عادي جدا وفيه بواخر بطريقة على لبنان لا أنت برجع بكرر أصلا انتبهي المشتقات النفطية مانا مثل السلعة الغزية بالتالي ما فيك تخزني يعني تقولي بغزلة بس متوفرة الأمور وما فيه أي مشاكل فيها يعني ما فيه قلق لبنان يعني لحد هيد اللحظة لحد هيد اللحظة اللي نحنا عم نتواصل فيها معك سترشة لليوم ما فيه فئدين بي ولا أي سلعة حيوية حتى الآن هو ليس مجرد تفصيل هو بعد نظر وإدراك لخطورة ما نعيشه وأهمية أن نضع الخطط الاستراتيجية أقله لمخزوننا الغذائي والدوائي والنفطي ترجمة نانسي قنقر